بن موسى يدعو للحزم والصرامة مع الأساسد المضربين بتنسيق مع السلطات المحلية دعا وزير التربية الوطنية شك بن موسى مدير الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية مع السلوكات المعيقة لسير الدراسة وشدد بن موسى في مذاكرة له على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضايات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي وعدم التساهل مع أي ممارسة من هذا القبيل ودعا الوزير المديرين إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئسهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكن المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي كما أكد على أهمية تحسيس أطر تهيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلة فوق كل اعتبار